كمان محمد فخري أحدث الوجوه المنضمة للأهل من غزل المحلة خضع للقياسات البدنية وتم وضع برنامج تأهيلي بدني خاص ليه عشان يكون جاهز في المرحلة القادمة المشاهدة بإمكانات محمد فخري لتعني أنه اللاعب الذي سيدخل ليبهر الجميع في النادي الأهل دي لحظة مالي جنبه دي ده واحد عرفش اللبس بلطه لكن تعني أنه هو انتقل وهو لاعب واعد عشان يبتدي يؤهل للانتقال إلى مرحلة الأهل الانتقال إلى مرحلة الأهل عايزة تأهيل نفسي تأهيل فني بشكل مختلف لأنك هتبقى لاعب في إطار جماعي مش فردي اللي كان بيحقق لك النجاح وتعبر بيه عن نفسك لوحدك في المحل مش هيصبح مقبول في الأهل لكن هيصبح أنك تسخروا لخدمة النادي الأهل ثم والأهم تأهيل بدني لأن الأحمال التدريبية اللي بيجي لنا بيها اللعيبة حتى اللعيبة اللي بتبقى أسماء كبيرة ما بتتحملش ضغوط النادي الأهلي الأرصى بتاعت الأهلي فعشان يخش صح وما يتعرضش الإصابات حيتخذ واحدة واحدة وما حدش يستعجل عليه وشوفنا نسيات النادي الأهلي مع اللعيبة الجداد واحدة واحدة